لطالما اعتمدت ميليشيا الحوثي منذ سيطرتها على مؤسسات دولة قبيل سبع سنوات على تجارة الوقود واحتكاره كمصدر تمويل رئيسي لأنشطتها الحربية في الداخل اليمني ولضمان تحقيق الثراء السريع لقيادات الميليشيا الذين ظهروا فجأة كأمراء حروب في حين لم يعرف لهم قبيل انخراطهم مع ميليشيا الحوثي أي نشاط تجاري يذكر تقرير دولي جديد يؤكد المؤكد ويفصح بالأرقام عن حجم الأرباح والإرادات التي تجنيها ميليشيا الحوثي من تجارة الوقود حيث يشير أن ميليشيا الحوثي تقلق ندرة مصطنعة للوقود من أجل إجبار التجار على بيعه في السوق السوداء التي يديرونها وجمع الرسوم غير القانونية المفروضة على المبيعات موضحا أن ميليشيا الحوثي حصلت على إرادات رسمية من واردة الوقود خلال العام 2021 تقدر بنحو 70 مليار ريال يمني التقرير الصادر عن لجنة الخبراء في مجلس الأمن أثد بأن حجم إمدادات الوقود عن طريق البر إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في أبريل ومايو 2021 بلغ نحو 10 ألاف برميل يومياً وهو ما مثل نحو 65% من الوقود المستورد إلى اليمن مقابل إمدادات بلغت 6000 طن يومياً قبل هذا التاريخ ما يدل على وجود اتجاه تصاعدي وأكد الفريق أن الميليشيات الحوثية تتحصل بشكل غير قانوني على تعريفات ورسوم جمركية إضافية من التجار في مراكزهم الجمركية البرية مشيراً إلى أنه تبين أن توريد الوقود إلى مناطق الحوثي مربحة للكثير ويدفع المستهلكون النهائيون الثمن اشتركوا في القناة